طيب كم تنشوي النهار ده هو استبعد أربع العيب زي ما هيك عارف يعني هل الـ 18 ان انا سمعت ان فيه لاعب كان واخد كارته أحمر ومش هيلاعب أول هل معلومة دي حقيقية؟ هو فيه محمود محمود صابر محمود صابر لاعب بيرامتس وده من أساسيات الفريق وكان عنصر أساسي في وصول المنتخب أيو بالزبط وفرضو عايز أقول الكلمة المنتخب ده كان منتخب شباب وكان اللي كونه الكابتن الربيع السيد واشتغل معهم واشتغل معهم متاعب معهم بصراحة يعني واشتغل معهم متاعب معهم وملعبوش فهم الجلدة ملعبش بطلق كتير ومتشك كتير زي ما كان الكابتن عصام بيقول يعني ماخدش حتكات كتير لكن هو بالنسبة لمحمود عنصر مهم وعنصر أساسي فريق وكان سبب من الأسباب لوصلنا للأولمبياد طيب هو دلوقتي أخده أخد الكارت الأحمر كارت الأحمر يعني مش هلعب أول مبارتي أول مبارتي في المجموعة إن شاء الله ربنا سهل الحدي طيب انت شايف ده صح ممكن أقوله أو لا رأيك إيه؟ بص كتير لو أنا عايز أقول إن التعامل في هذه النقطة التعامل بالهسر اللي عمله محمود للمنتخب ووصوله للأمبياد لأن النهاردة أنا عندي 18 لعيب فال18 اللي عايب دول ال18 اللي عايب دول هم اللي يلعب بيهم مش هلعب حدي تاني إلا لما زي ما كانت مسام قال حدي تصاب هبدأ أغير من الاتنين اللي هم الأربعة اللي موجودين برا طيب في الموقف اللي زي ده كان هيبقى قدامك حلين يا إما تحطوا من الأربعة اللي برا وتبقى على أمل إن حد يتصاب بعض المبارات الثانية ولا الثالثة طيب هؤلاء هتحط في التمنتاشر صح؟ طيب هتحط في التمنتاشر وإنت عندك ماتشين مش هيلعبهم يعني الماتشين دول هنالك أنا بقى سبعتاشر طيب هنالك أنا بقى سبعتاشر يعني أنت شايف إن كانت صح إنه تحط في الأربعة آه كانت حط في الأربعة ودخل واحد من الأربعة جوه ودخل واحد من الأربعة جوه لأن إيه أنت ما تضمنش في أول ماتش وطاني ماتش إيه اللي ممكن يحصل أو ما تضمنش في أول ماتش وطاني ماتش إيه تضمنش خالص خالص وبعدين عملية إن إنت تقدر تبدل لعيب هي إصابة يعني لو تقرير طبي أي إصابة؟ إصابة مؤسرة اللاجنة الطبية تعتمد الإصابة دي بتاعت أي لعب خلاص عيتغير مفهاش مشكلة لو اعتمدتها لك بس اعتقد لها شروط كبير لا مفيش حاجة اسمها في الإصابات أنا ممكن يجيلي تمزق التمزق ممكن يقعدني تلات أسابيع ملعبش خالص وتشهر وشهرين وتمزق من الدرجة الأولى تمزق من فيه يعني إصابات كتير فيه ناس بيجيليهم إصابات أكتر من التمزق يعني الإصابة مش إن أنا مثلا إيه سخنت طب نفترض سي واحد جاله كورونا لا دي طعيقه هطعوكه يعني فيه الإصابات النهاردة تقدر تبدل تقدر تبدل صحيح لكن في النهاية هو كان قرار مين؟ قرار للموديل الفني موديل الفني إنه هو شايف إن اللعيب ده يعني سبب رئيسي في وصول منتخب مصر للأولمبيان مفيش كلام مفيش كلام لأنه لعيب مهم ولوه دور معنويا كمان كابتن هي أولا زي ما انت قلت لكابتن ميت حات فيه الفترة الأخيرة تخبيط وفيه مشاكل في المنتخب اللي للمودي نعم إحنا النهاردة عندنا مجموعتنا فيه تلات منتخبات أنا مستنى قبل البطولة أروح على لعب فرقة من أسيا زي مثلا العراق أو على لعب عند أسبانيا ما لعبش منتخب أوروبي أنا أفتكي من المنتخب اللي للمودي اللي لعب في اليابان كابتن شاءه قبل أروح لعب في أوروبا أخد جولة كده وفي أمريكا لعبنا مع هولندا هولندا إحنا ما لعبناش ولا منتخب إحنا لعبنا منتخب أفريكي طبعا لعبنا منتخب أفريكي طبعا لعبنا منتخب أفريكي ما دالة كنت بتكلم عليه وغير كده المنتخب اللي جالعب هنا المنتخب الأولمبي اللي هو بتاع سهل العج ده مش المنتخب اللي هو اللي يعطبه الأول ده المنتخب الأولمبي اللي يعطبه اللي هو منتخب النشيئين الرديف ليه؟ إن المنتخب الأولمبي كان بلعب في دورة في فرنسا دولة تولوز وكان المنتخب الإولمبي بتاع سهل منتخب سهل عجل هو ده المنتخب الإولمبي الأساسي ومنحنا نرضى هلعب حدي من أسيا وهلعب مثلا أودز باكستان لازم ألعب مع نفس المدرسة أجل نرضى عشان ألعب مباراة مع منتخب أسياوي قبل البطولة بربعة أيام أجل نرضى هلعب أوكرانيا قبل البطولة نفس الشيء وأنا هلعب أسبانيا أنا كان في معاصقة في الأرجنتين اتلغى ليه ليه يتلغى عشان سوء فهم أو في مفيش نظام إن انت توصل زي موضوع زي ما احنا قبل كده موضوع التأشيرات برضو نفس الحكاية المنتخب فيه تخبيط والمنتخب ده سبحان الله تيحس إن المشاكل بتاعته كلها بتيجي من ساعة ما أول ما بدأ كل تجمعاته بس خلينا نأمل إن شاء الله يا ربي بس خلينا نأمل إن شاء الله يا ربي بس خلينا نأمل يا كابتن بس خلينا نشرح يا كابتن